السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 23 الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان وطبعا رح يظل في برج السرطان لغاية الساعة 27 دقيقة من صباح يوم الغد السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة المضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 53 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو بما ان القمر موجود في برج السرطان اليوم معناتهم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من اي شيء حتى ولو كان شيء بسيط من حاول خلق جو من الأمان إنا ولا أحبانا لا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى معنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة الأكل والشرب لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأنه حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أو اعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع بالبيت أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون اليوم هاي زاوية رح تبدأ تأثيراتها ورح تستمر تأثيراتها ليوم 10-11 طبعا ذروتها يوم 7-11 الساعة 31 دقيقة صباحا نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا وبرضو بدون ما إنه الشخص اللي قبالنا يعبر عنها بصراحة نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة طبعا هاي زاوية بتخلينا منطقيين في تفكيرنا بتخلي فيعنا نوع من أنواع الثبات النفسي تدفعنا للوضوح والمصداقية بتخلي أعمالنا سهلة وميسرة وبننشط بالأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين عطارد وبين الزهرة برضو هاي زاوية اليوم راح تبدأ تأثيراتها اليوم 3-11 ورح تستمر تأثيراتها ليوم 15-12 طبعا بالنسبة لذروتها ذروتها يوم 15-10 مدتها طويلة هاي زاوية لأنه الكوكب بين عطارد والزهرة بيمشوا مع بعض بسرعة متشابهة تقريبا فعشان هيك الزاوية هاي راح تستمر لغاية 15-12 طبعا زي ما حكينا ذروتها يوم 15-10 ساعة 12 و48 دقيقة بعد الظهر هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلها ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا الوقت المناسب لممارسة أي شيء بيتعلق بحياتنا الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نستفيد من الراحة اللي بتوفرها هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها أمور بتتعلق بالسفر والتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة 2 ودقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب لتدفع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية خطيرة هي زاوية تقاول سلبية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية كانت ذروتها يوم 25 كانت بدايتها يوم 25 عشرة بدأت تأثيراتها ورح تستمر تأثيراتها ليوم 11 11 طبعا اليوم ذروتها الساعة 5 ودقيقتين صباحا هاي الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه من ميلة العيش دون مستوانة منبذر أموالنا ومننجذب للمغامرات والرهان والقمار وبرضو ممكن انها تعرضنا لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة هذا الاتصال غالبا بيسبب نوع من أنواع المغالاة في النفقات والخسارات المالية وفشل المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين قمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 10 و48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش تجعل يعني بتخلينا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديحة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبرضو بتعطينا نوع من أنواع الثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 22 و35 دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسليغ غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والأمور اللي بتتعلق بالفن والسينما والأمور هاي وبرضو الميل لكل ما هو غريب ومدهش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 9 و48 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتزيد من خيالنا من حبنا من مودتنا من تفاولنا بتسمح لنا انه نعيش أوقات ممتعة جدا وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 9 و49 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعليفاً وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل برضو هاي الزاوية بتعطينا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للعمل في المجال الفني أو المسرحي أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية طبعاً رح تكون يعني بدأت تأثيراتها من يوم 30 عشرة ورح تستمر لغاية يوم 8-11 اليوم ذروتها الساعة 10 و5 دقائق مساء بتوقيت غرينتش هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفرنا وبرضو بتسببنا نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول أو المهدئات أو المخدرات أو المنشطات وبرضو هاي الزاوية زاوية يعني خطيرة جداً بيزيد خلالها أو خلال هاي الفترة التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وأيضاً السفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيغلف جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن وأيضاً الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم يعني ما فيه أي مشاكل لإجراء عمليات جراحية الوقت ما زال مناسب لهذه الأمور طبعاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلو المسار القادم هو يوم الغد بيبدأ خلو المسار الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحاً من صباح يوم السبت أربعة أحداش وبيستمر لغاية الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحاً لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر عشرين يوم في تمام ساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساءاً فبيصير واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة ثلاثة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتواجد الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين أحداش سعيدة بنسبة خمستاش في المية الآن في ساعة الصباح بتصير منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في السرطان حتى يوم أربعة أحداش طبعاً اليوم سعيد بنسبة مية في المية عطارد في العقرب حتى يوم عشر أحداش منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذرة حتى يوم ثمانية احداش سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في العقرب حتى يوم أربع وعشرين احداش منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم واحد وثلاثين اطناش منتحس بنسبة خمستاش في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع احداش اللي هو يوم الغد بعدين رح ينهي عملية التراجع منتحس بنسبة 15% ورى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتون في الحودي بيتراجع حتى يوم 6 و 12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة أهم شيء أنه اليوم الأجواء جيدة على المستوى العائلي بس ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة أو بمناسبة عائلية أو بظرف عائلي بوسعكم وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن يصير حدث مميز إلى علاقة بالعائلة أو خبر أو اجتماع لقاء موضوع ملفت للانتباه البعض من موليد برج الحمل ممكن يكون عندهم بعض المسؤوليات أو المصريف أو المشكلة معينة بيحاولون أنهم يحلوها أهم شيء أنه يعطوها التركيز الجيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم النشاط عالي جدا بأمور العلاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات ولكن تكونوا أكثر صبرا على الطرقات لأنه ممكن تتعرضوا لمخالفة أو بعض الأعطال التي تتعلق بالسيارة أو بالأجهزة الإلكترونية هذا اليوم يوم مناسب لإجتياز امتحان أنت اليوم عندكم قدرة عالية جدا على الإقناع والحوار والنقاش والتسويق والتجارة المحلية أيضا بعضكم ممكن يكون له بعض التعامل مع أخ أو جهر اليوم بعض موليد برج الثور ممكن يكون عندهم امتحان وهي فترة مناسبة لهذا الأمر أو ممكن بداية دورة جديدة أو تعلم لغة جديدة أو تطوير قدراتهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة مالية أو فرصة لمكسب مالي ولكن غالبا بتكون الفرص في هاي الفترة تيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له كان صعب أنه يحصلها بالفترة الماضية فممكن يطالب فيها أو يهتم ببعض الفواتير أو الدفعات بعض موليد برج الجوزاء ممكن يحصلوا على هدية أو دعم أو ممكن هيك تسوية مالية أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن اليوم تنشط برحلة أو حتى بنقاش أهم شيء أنك ما تضيع اليوم هذا عليك برج السرطان بالنسبة للموريد برج السرطان بما أن القمر استقر عندكم بشكل كامل فاليوم بعطيكم نشاط وحيوي وقدرة على إنجاز كثير من المشاغل والالتزامات وبرضو جيد على المستوى العاطفي وحاولوا أنكم ما تترددوا اليوم بالنقاش والحوار وتكرار المحاولات السابقة اللي باءت بالفشل ممكن اليوم تحقق انتصار أو تظهر لك بعض الأمور المميزة جدا أو تحصل على خبر كنت بتنتظره بالفترة الماضية أهم شيء أنك اليوم تحاول أنك تنشط بكل الاتجاهات لأنها فترة مناسبة ودعملة إلك بقوة برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا لغاية صباح الغد الأجواء ضاغطة يعني لصباح يوم السبت فعشان هيك اليوم بسيطر التعب عليكم حاولوا أنكم فقط تنجزوا أعمالكم بشكل روتيني حاولوا أنكم ما تبدأوا عمل جديد ما تأخذوا بالوعود اللي تقطع لكم خلال هذا اليوم لأنه غالبا هاي اللوعود يعني ما بيكون فيه وفاء لإلها أو بصير فيه تهرب أو تنصل منها حاول قدر الإمكان اليوم أنك أنت زي ما حكينا تعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات ما تعصب وبرضو في نفس اللحظة حاول أنك ما تشتكي على مسمع من أحد بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم النشاط اجتماعي بالكامل اليوم تعزيز علاقاتكم الاجتماعية وممكن تلتقوا أصدقاء أو اتصال أو حوار أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن بدك تتجنب فرض السيطرة على الأصدقاء حاول أنك ما تفرض سلطتك ما توجه انتقادات وحاول أنك تستفيد من علاقاتك لأنه اليوم يعني سهل جدا أنك تطلب من أي شخص أي شيء من اللي بتعرفهم وما رح يقصر معه ممكن يساعدك أو ينصحك أو يكون وسيط في أمر ما بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم جيد لإتمام بعض الأعمال أو تعزيز علاقاتكم مع المسؤولين عنكم بالعمل وهذا اليوم برضو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن أهم شيء أنه يعتبر هذا بيت السمعة حاول قدر من الإمكان أنك ما تشوه سمعتك بتصرفاتك فبما أن القمر سعيد بقوة عالية جدا اليوم فممكن يكون في مديح أو ثناء على بعض الإنجازات أو يتحصل على دعم معين فعشان هيك لازم تمشي بهذا الاتجاه لأنه ممكن يصير لك ترفيع أو ترقية ولكن إذا خالفت هذا الكلام أكيد رح يكون الأمر سيء برج العقرب بالنسبة للموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوه في مجال السفر البعيد أو السفر الخارجي أو أوراق أو معاملات تتعلق في هذا الموضوع وبرضو اليوم فيه اتصالات مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة ما في الشوارع المفتوحة أو أثناء تنقلاتكم ما بين دولة ودولة أهم شيء برضو اليوم أنه جيد على مستوى الامتحانات الجامعية وعلاقاتكم الدراسية والتعليمية وأيضا على مستوى العلاقات العاطفية اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير أيضا اليوم بتكون الأمور مميزة بالنسبة لهم برج القوس بالنسبة لما أليد برج القوس طبعا اليوم التركيز كله بيكون على الأموال المشتركة ولكن رغم النفقات إلا أنه في بعض المكاسب أو الحلول المالية اللي بتيجي يا من شراكة يا من تعويض منك رح يهتم بمسائل تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو معاملات مالية حاولوا أنه اليوم تستغلوا في تصحيح الأخطاء وأيضا ترتيب بعض الأمور المالية المؤرقة أو اللي بتأرقكم حاولوا أنك برضو تستعيدوا ثقة الآخرين وما تسمح للخلافات بأنها تكبر وخصوصا الأمور العائلية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم التركيز بيكون حول الشراكة الشراكة المالية والعاطفية ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم بمصالحة أو تقارب وخصوصا ما بين الأزواج اللي في بعض المشاكل الخفيفة بينهم ممكن اليوم يتصالحوا برضو بتركز على العمل ما بينك وبين شركك بالعمل لوضع خطة أو استراتيجية أو خلاف معين لكن لا تنسى أن القمر موجود مقابلك تماما وهي طاقتك ضعيفة فبيخلي الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر لا تفتعل أي مشاكل أو لا تكبر أي مشاكل لأنك أنت الحلقة الأضعف فرح تصير أنت المدان برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل وحاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم وحاولوا إنه يعني ديروا بالك أثناء تعامل مع زملائكم بالعمل اليوم جيد ممكن تبدأ عمل جديد أو ممكن تتمم بعض الأعمال ولكن حاول أنك تركز على العمل المهم وتممه وإنجزه وما تلتهي بالأمور الجانبية أو الأعمال اللي يفهم ما في منها فائدة بعض موليد برج الدلو ممكن يهتموا بمسائل تتعلق بالصحة مراجعة طبية أو فحصات أو ينأخذ علاجات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم من أقوى الأيام بالنسبة لألكم على المستوى العاطفي على مستوى التقارب من الأحبة على مستوى التقارب من الأبناء الرهب القوية للانطلاق اليوم حتى على مستوى التجميل أو المظهر الخارجي وبتقدروا اليوم تقنعوا أي شخص برضو بوجهة نظركم وبتقدروا تتفهم وجهة نظر اللي حواليكم أهم شيء أنه اليوم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو خبر مفرح بالنسبة لألك أو خبر سعيد بيتعلق بأحد الأحبة الأجواء جيدة حتى لممارسة الهواية للفن للتجميل للعاطفي حب مغازلة تقارب عاطفي يعني على كل المستويات اليوم في نوع من أنواع الدعم ولكن ما تبالغ بالحظوظ هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله وأعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر أترككم في رعاية الله وحفظه